موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يكن العرب بل العالم يعرف دورا للمرأة ومكانة قبل ظهور الإسلام إذ جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تؤسس للمرأة كيانا محترما ومحميا ومنحتها حقوقا غير مسبوقة لكن وبسبب ضعف هيمنة الشريعة في حياة المسلمين وغيابها عن مركز التأثير في الحياة وقعت بعض التشوهات والانحرافات في فهم دور المرأة ومكانتها فتشكلت أفكار التفريط في حقها وقابلتها أفكار الإفراط في تحريرها وحقوقها حلقة اليوم من برنامج مقاصب تبحث مسألة المرأة في الإسلام من حيث حقوقها ووظيفتها أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا وبسبب المشاهدين بداية يعني كيف نظر الإسلام للمرأة كيف ينظر لها بشكل عام وما الاعتبارات التي ينطلق منها في هذه النظرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن المرأة لها في الإسلام شأن وشأن وشأ فلا فرق بينها وبين الرجل في الاعتبار الإنساني العام بل أستطيع أن أقول إن الناظر إلى الشريعة وما فيها لا يجد فرقا بين الرجل والمرأة إلا في أمور تحدثت عنها الشريعة وحددتها لمعنى أن الله عز وجل من حيث الخلقة الأصل واحد قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بل إننا نلمح هذا أن الله عز وجل يسوي بين الرجل من النحية الإنسانية وبين الأمة من النحية الإنسانية ذلك أن الله عز وجل يقول في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فرد الله عز وجل الأمر كله إلى هذا التساوف الإنسانية هذا التساوف في دائرة الإسلام هنا دكتور هذا المثل الذي أتيت به هو التساوي في دائرة الإسلام وليس في الدائرة الإنسانية نعم لا أقصد المعنى الإنساني العام الذي يعني المعنى الإنساني العام يضم كل الناس بلا شك طبعا فنحن نختلف في نظرتنا إلى البشر عن غيرنا بعضنا يعتبر أن الناس درجات يقصي بعضهم من دائرة الإنسانية على الإطلاق كما هو يرد في التلمودي كبعض الكلام الذي يصف الناس بأنهم ليسوا من نسل البشر أصلا ونحن نعرف الطبقية الهندسية المعروفة التي تقصي بعض الناس وتصفهم بالمنبوذين وتعدهم خارج الدائرة الإنسانية أو أدنى درجة من غيرهم هذا ليس موجودا عندنا ليس موجودا إنما التفاضل بشيء عند الله عز وجل هو التقوى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فالجنس الإنساني العام في النظرة الإنسانية في النظرة الإسلامية متساوين فالمرأة من هذه الجهتك الرجل نأتي إلى جانب آخر أفضل لو نحرر معنا هنا أريدك أن تنتقي إلى الجانب آخر لكن قبل ذلك يعني الناس هنا ذكورا وإناثا متساوون من حيث الإنسان يعني معنى التساوي هنا لو توضحوا لنا دكتور يعني متساوين في هذا نحن نعرف الإنسان الإنسان هذا المخلوق ذو الأبعاد المتعددة بجسده وروحه وعقله فهذا لا يختلف فيه الرجل عن أهل المرأة من حيث امتلاكهم لهذه الإنكانات فالرجل فيه عقل والمرأة فيه عقل كلاهما فيه جسد كلاهما فيه عقل كلاهما فيه جانب نفسي وجارب عاطفي فهذا الجانب هناك تساوي عام بين الرجل أو هناك امتلاك عام للرجل والمرأة في هذه الناحية إلا أن الله عز وجل شاء أن يكون بين ما يسميه الناس بجنسي البشر أي المرأة والرجل أن يكون هناك تكامل في الوظائف بينهما والتكامل يعني أن كل واحد يؤدي وظيفة يكمل بها وظيفة الآخر هنا يأتي الاختلاف بين الرجل والمرأة اختلاف في الوظائف الاجتماعية والوظائف التي يقومان بها في رحلة الاستخلاف الله عز وجل لما قال إني جعل في الأرض خليفة لم يجعل الرجل فقط والخليفة وإنما جعل النوع الإنسانية والخليفة تقوم المرأة بجزء من الوظيفة الاستخلافية وكل منهما يقوم بوظيفة تتكاملان وهذا التكامل يؤدي إلى قائم أولا على الاختلاف في الطبيعة التي خلق الله أو فيما يمتلكان من عدة للقيام بوظيفتيهما فيتكاملان ومن هنا يختلفان بسبب الوظائف التي يكمل بعضها بعضا حقيقة سنأتي بعد قليل على العلاقة بين الرجل والمرأة وعلى موضوع المساواة أو التمايز فيما بينهما لكن قبل ذلك لابد من الحديث عن الحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للمرأة يعني قبل الإسلام كان للمرأة ليس فقط عند العرب وإنما في الحضارة الهندية وفي الحضارة الفارسية وحتى في الرمية لم يكن للمرأة قيمة تذكر بل هي ما دون الأمى فما جملة الحقوق التي منحها الإسلام أو الشريعة الإسلامية للمرأة والتي شكلت ثورة في ذلك الزمن نعم لعل أكبر وأهم الحقوق أن الله عز وجل حينما يخاطب خلقه لم يخص بهذا الخطاب الرجال نحن لاحظ أن الله عز وجل يخاطب يا أيها الذين آمنوا يفعلوا كذا وكذا يخاطب الناس يحل ويحرم أشياء أصل هذا الخطاب أنه عام فالمرأة لها اعتبارها في الشريعة أنها تخاطب وتنادى يقال إذا قيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل إتاء الزكاة خاص بالرجال وليس للنساء إذا قيل اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وعطيعوا إذا قيل يا أيها الناس لا يغتب بعضكم إذا قيل ولا يغتب بعضكم بعضا إذا قيل لا تجسسوا إذا قيل كذا كل هذه الأحكام عامة فما معنى هذا الكلام معنى أن الشريعة أعطت للمرأة اعتبارا أنها تخاطب وتنادى لا نقول أن الرجل فقط هو الذي يخاطب بهذا الخطاب الأمر الثاني أن الشريعة كما أعطت الرجل حق التملك فقد أعطته للمرأة أن الشريعة كما أعطت للرجل يعني حق يعني أن يذلي برأيه وأن يقول برأي أن تقول المرأة برأيها الشريعة كما أعطت المرأة حق الميراث أعطت المرأة حق أن تقرر أن توافق على الزوج أو تخالف لا نقول بالتسوية التامة ربما يأتي الحديث بعد ذلك لكن نقول كل الحقوق الإنسانية التي أعطاها الرجل أعطيت للمرأة إلا أن ما أشرت إليه من اختلاف الخصائص واختلاف الوظائف سيؤدي إلى نوع من الفروق التي ستظهر فيما بعد لكن علينا أن نعلم أن الله عز وجل حينما خلق هذا النوع بتميزه وضع في الرجل والمرأة صفات التميز هذه لم يجعل المرأة مبينة للرجل تماما ولم يجعلها مشابهة له تماما فلذلك كل يعني ليس الرجل وحده الذي له حق تملك المال أو الميراث أو أن يختار شريكه في الحياة ولكن للمرأة ذلك للمرأة أن تتاجر للمرأة أن تبيع وأن تشتري هذه حقوق في الشريعة موجودة كلها وسواهدها وحاضرة في الشريعة فيما يتعلق بالحقوق السياسية هل منح الإسلام والمرأة حقوقا سياسية؟ ما يطلق عليه الحقوق السياسية يشير إلى ثلاثة أمور أولا وحق الانتخاب وثانيها حق الترشح للمجالس النيابية وما شبه ذلك وثالثا شغل المناصب أما حق نحن نتكلم الآن في إطار الزمان الذي نحن فيه ولا نزعم أن النصوص نزلت بلغة زماننا ولكن نقول حق التصويت قائم في الشريعة في أمر الشورى وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور بعض نسائه في بعض أموره كما شاور أم سلمة رضي الله عنها شاورها في أمر الحديبية وأما حق الترشيح فنحن نرى أن بعض النساء في الزمان الأول قد شغلنا بعض الوظائف كهذه المرأة يعني مرأة عدوية مشهورة ولها عمر الإشراف على السوق وكانت تمر على الغشاشين وغيرهم فتنهاهم وتأمرهم نحن لا نطلق هذه الأشياء ولكن نقول أن هذه المسألة لقدر حاجة المجتمع إذا جاء من يحل ويحرم الآن نقول له أين النص يعني النص هو الذي يحرم يعني الأصل في الأشياء كما هي القاعدة العامة التي يقول بها أغلب العلماء الأصل في الأشياء الحل فإذا قلنا هذا فنقول له الذي يقول ليحرب على المرأة أن ترشح للمجالس النيرية نقول له أين النص الذي يقول بهذا الكلام فالتحليل والتحريم لا يأتي إلا بنص في الشر دعني أن قل لك هذا الرأي مثلا دكتور أنت قلت بأنه لا يوجد نصوص ثابتة وإنما بالاستقراء والاستنتاج وقراءة الأدلة ثمة من يقول لك بأن في عهد عمر بن الخطاب مثلا هذه التولية كانت محدودة جدا وضيقة جدا وكان المجتمع آمنا كان الرجال مؤمنين صالحين متقين وكان حديثي عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الذي فسدت فيه الأنفس وفسدت فيه الأخلاق إلى آخره ومع ذلك يأتي من يقول لك يتوسع في تولية المرأة وفي دخولها إلى العمل كذا ألا يصح هذا الاستدلال عند أصحاب هذا الرأي؟ هو المسألة تكون لا نقول يتوسع على حساب ذوي الخبرة نحن نريد ذوي الخبرة سواء كانوا من الرجال أو من النساء في ظل الضوابط لا شك في ذلك لكن المسألة ليس لأحد أن يحكم بحرمة هذه المسألة من أصلها ينظر في الحال وماذا نحتاج؟ يعني يريد أن نفرق بين أمرين أصل الحكم في الشريعة ما هو؟ أن هذا أمر مباح لكن القدر تحدده المصلحة والأحوال التي عيشها الناس هذه مسألة في غاية الأهمية أولم يقول الله سبحانه وتعالى يعني خاطب النساء النبي من ورائهن المؤمنات بأنه وقرن في بيوتكم؟ نعم لأن هذا كما يعني يعني هو معروف أن الأصلة في وظيفة المرأة هي هذه المسألة لكن أيضا ننظر في الحاجة يعني الحكم الشرعي هناما يستمد نقول الأصل في الحكم هو كذا مثلا الحل والحرمة الشريعة قالت كذا وقالت كذا في هذه المسألة فإن أباحت الشريعة شيئا نقول أن الناس ينظرون في شؤونهم في هذه الحال يعني مثلا يعني ربما أتكلم مبكرا عن عمل المرأة مثلا لا أحد يستطيع نياتي بنص في الشريعة يحرم عمل المرأة لكن هل نجي يعني نقول يجب أن تعمل المرأة؟ كل واحد ينظر في حاله هل يحتاج إلى أن تعمل زوجته حتى يقيم أمر بيتي أو لا تحتاج؟ لو أذنت لي دكتور أن نرحل هذا الجزء من الحوار وهو جزء مهم مطروح في السعادة لما بعد الفاصل حتى نستكمل المحور الأول العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام مقررة على مبدأ القوامة يعني هناك مبدأ مهم يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة وهو القوامة جعل الله سبحانه وتعالى الرجال قوامين على النساء نريد أن نبحث معك يعني في دلالة هذه الحكمة من هذه القوامة ودلالتها هو قام على الأمر يعني تولاه وأشرف عليه فالرجل يعني كما نطق الوحي الشريف قال الرجال قوامون على النساء لهم الإدارة والقيادة في البيت ولا شك في ذلك أن هذه مسألة فيها حكمة الشريعة لأن الرجل في الأصل أكثر ضبطا لأمور البيت وهو ينفق على البيت فبالتالي هو الأولى بهذه المسألة وليس يعني الحلول المقابلة الحلول الأخرى في إدارة البيت أن يكون لها قيم أو أن تتولها المرأة وهذا وذاك ليس موضع الحكمة إنما الحكمة أن يتولى الرجل يعني في العادة أولا الرجل كما ذكرت يتولى الإنفاق على البيت وثانيا لأن الرجل أضبط في اتخاذ القرار في العادة لا ينسق وراء عواطفه ولا يعني يبدل رأيه بالسهولة كما يحدث مع النساء على أي حال ما اختارته الشريعة هنا خاضع لأمور أن أي مجموع من البشر لا بد لهم المدير حتى تمشي عجلة الحياة لا بد لهم المدير فتولية القيم على البيت بالنفقة هذا هو الأولى بأن يتولى الإشراف على البيت وإدارة شؤونه وليس معنى ذلك أن يمارس الرجل سلطة فيها استبداد بالبيت بل من الحكمة أن يشرك أولاده وأن يربي أولاده على المشاركة وأن يعود زوجته على المشاركة في الرأي وفي الآخر يتخذ القرارة ناظرا إلى المصلحة الأسرة ومصلحة العائلة وهذه المسألة نريد أن نتقنها جيدا حتى تعمر البيوت أن تشعر المرأة بأنها مقدرة ولها تقديرها عند زوجها وفي اتخاذ القرار لأن البيت مركب ليس فيه الرجل وحده ولكن فيه زوجته وفيه أولاده وبالتالي إشراكهم إشعار لهم بقيمتهم وقدرهم وبالتالي يتخذ القرارة بحيادية كاملة وحرص على المصلحة لكن إقرار مبدأ القوامة من حيث الأصل هو نقض لنظرية المساواة بين الرجل والمرأة أليس كذلك؟ يعني مسألة المساواة التي أقولها ليست مساواة في كل شيء نعم إنما هي مساواة في الأصل الإنساني لكن اختلفت الوظائف يعني مثلا هل الرئيس أفضل أي رئيس في أي دولة لو افترضنا أنه في دولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للناس إني وليت عليكم ونست بخيركم فالأمير الصالح طبعا هو خير من كان في زمانه لكن هو نستطيع أن نقول قد يتولى على الناس من ليس خيرهم قد يتولى على الناس رجل وهناك من هو خير منه فليس معنى القوامة أنه صار خيرا من زوجته يعني الخيرية هنا الخيرية هنا أو أو شيئنا نتكلم عن المساواة المساواة هنا لا تعني أن يكون هذا مثل هذا في كل شيء وإنما أن يتولى كل أم كل مرئ كل شخص منهما وظيفته بالشكل التام فإن كانت المرأة أتقى لله عز وجل في حفظ أمرها في خير منه وإن كانه أتقى لله في رعاية ما عليه من الواجبات كانه أتقى منها ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجل بأنه راعي والمرأة بأنها راعية حديث كلكم راعي قال الرجل راعي في أهله وقال المرأة راعية في بيت زوجها كلاهما راعي ولكن اختلفت المهمة لكن النطاق محدد بالنسبة للمرأة نعم هذا توصيف نطاق كل أحد له نطاق يتحرك فيه وأتقاهم لله في أداء وظيفته هو أقربهم إلى الله وأحسنهم يعني نعود إلى نفس النقطة دكتور يعني في الإسلام هناك تقرير واضح بأن الرجل ليس كالمرأة ليس بمعنى النظرة الجاهلية بأنه إذا جاءني ولد مولود ذكر فرحت به وهششت له وإذا جاءتني أنثى يسود وجه وهكذا لا لا بمعنى أن الرجل له وظائف وله مهمات وله دور في الحياة مختلف كليا عن المرأة طيب لماذا تجد كثيرا من علماء المسلمين الآن مشغلون بقضية التلفيق بأن الرجل يعني أن النساء والرجال متساون في كل شيء حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر في موضوع الشهادة ذكر وأنثيين يعني امرأتان تعادلوا شهادة رجل واحد هذا يعني أن الإسلام في فلسفته ورؤيته أن الرجل غير المرأة أن الرجل أفضل من المرأة ليس تفضيلا يعني قيميا وأخلاقيا وإنما هو بأدائه ووظائفه في الحياة ألا ينبغي إقرار هذه يعني أن يكون العلماء المسلمين واثقين من هذه ويعلم المسلمين أن هذا موجود في الشريعة من أي زاوية نريد أن نحدث الأفضلية من أي زاوية نعم إذا كان من زاوية الواجب الاجتماعي خارج البيت فهنا الرجل يكون أفضل في جهاده وفي حركته وكذا إذا كنا نتكلم عن تأثير المرأة في تأسيس البيت وتربية الأولاد فهي أفضل منه في هذه المسألة إذا كنا نتكلم عما عند الله عز وجل فأتقاهم لله خيرهم فزاوية الأفضلية نحن إذا كان يتكلمون عن أفضلية أيهما أقوى وأكثر عضلات وأكثر جراءة في بخالطة الناس وكذا فهذا مجال الرجل وملعبه أما ملعب المرأة فهو ملعب آخر لا يحسن الرجل أن يتقن إتقانه أما إذا بحثنا عن الأفضلية عند الله عز وجل فهذه زاوية أتقاهما أفضلهما عند الله عز وجل سنبحث هذا بعد الفصل لكن قبل ذلك التمييز في المبنى يعني التمييز في المبنى ربما يستلزم التمييز في المعنى في المبنى متميزان الذكر ليس مثل الأنسة يعني أريد أن تحدثنا من فضلك دكتور نبيل عن هذا المسار الذي ينشأ في التصور الإسلامي عن التمييز الموجود بين الرجل والمرأة الذي يتبعه تمييز في المعنى هذا المعنى الذي يتميز في الحياة الإسلامية المسار المنهج الإسلامي في النظر للمرأة والرجل وهذا التمييز بينهما ماذا أثمر بعد ذلك حضاريا أنا أستطيع أن أقول أن يعني الرجال قاموا بنصيب الأكبر تقريبا في صناعة الحضارة الظاهرة لكن لا ننسى أن هؤلاء الأبطال الذين برزوا إنما ربوا في حجور النساء الصالحات الفاهمات العالمات التقيات ونحن نسمع هذا يعني أمهات التابعين وأمهات أحمد بن محمد ومحمد الفاتح وصلاح الدين الأيوب كلهم يروون عن سير أمهاتهم نعم فلا ننسى هذا ولكن نحن نحب الآن مثلا نحن الإعلام لأنه ذو صوت عالي فهو الذي يخطف أبصارنا كذلك الرجال هم مظاهرون فلذلك يخطفون أبصارنا أما البطلات التقيات في قعور البيوت فهؤلاء منسيات لكن أحسب أن أجرهن عند الله عز وجل هن شركات لهؤلاء الرجال في صناعة ما صنعوا يعني عبد الله بن الزبير من رب عبد الله بن الزبير؟ الزبير بن العوام رب الزبير بن العوام يذكرون في تربية الزبير أمه صفية رضي الله عنها ولا يذكرون أباه يذكرون تأثير أمي ومن أعظم أبطال الدنيا ومن أجر الخلق لمن يقرأ كان يسرع الشباب هو في الثمانين عاما من عمره الزبير عبد الله بن الزبير هو الذي الزبير بن عوام عندما في معارك صفين وفي معارك الجمل الذي كان يقاتل الزبير بن عوام لكنه ما تصغير لم يكن كبير السن الذي كبر ابنه عبد الله على أي حال فبعض الناس يذكر في تربيتهم أمهاتهم ولا يذكر أباهم وكان أحد المفكرين المصيرين دكتور المسير رحمه الله كان يقول كنت أظن أني تأثرت بأبي أكثر من أمي لكن لما كبرت رأيت أن حتى ملامح الحياة الصغيرة أنا متأثر فيها بأمي أكثر من أبي طبعا لكل تأثيره لكن القسمات والملامح الصغيرة في حياتنا تصنعها الأمهات إذن المجتمع الإسلامي لم يكن مجتمعا ذكوريا وإنما كان أداء الرجال ظاهرا وأداء النساء حيويا وأساسيا وأسيا لكنه خفي بالضبط هكذا نريد أن نذهب إلى فاصل حتى نستكمل موضوع دور المرأة في الحياة الإسلامية هذا فاصل ولنا بعده عودة للحديث فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في برنامج مقاصد وحديث الحلقة عن المرأة في الإسلام جدد الترحيب بكم دكتور نبيل فولي في سياق التصور الإسلامي نريد أن نعرف منك دكتور عن الدور أو الوظيفة الجوهرية الأساسية التي أناطى الإسلام المرأة بها يعني مع كل ما سبق من الكلام لكن لا شك أن الوظيفة الأولى والكبرى والعظماء في الدنيا والآخرة هي وظيفتها في بيتها هي في رعايتها لهذه النبتات الصغيرة حينما تكبر في طمأنينة نفس ونمو عقل وكذا فهذه الوظيفة الكبرى للمرأة وكونها مغمورة وفي قعر بيتها وكذا فإن هذا لا يمنع المرأة المسلمة من أن تنظر إلى أنها أعظم وظيفة الله هذه الوظيفة لكن في عصر المساحيق الذي نعيشه والألوان فإن الناس يحبون أن يبرزوا إلى لكن نقول للمرأة المسلمة هذه وظيفتك الأولى لا أحد يحرم على المرأة المشاركة في أعمال أخرى مدام تخضع للضابط الإسلامية طبعا الأخلاقية وغير ذلك لكن نقول إن هذه الوظيفة إن هذه هي الوظيفة الأساسية للمرأة المسلمة رعاية بيتها ورعاية أولادها والاهتمام بأن يكون هذا البيت مصدرا لتخريج شخصيات متكاملة نفسيا وعقليا وجسمانيا حتى ينفع الإنسانية نحن نخرج من ينفع الإنسانية ويدعوها إلى الله عز وجل ويرشدها ويضيء لها الطريق فلا يخرج هؤلاء إلا من بيت صالح فيه امرأة صالحة وفيه رجل صالح يعينها نحن لا نحمل المرأة المسؤولية وحدها بل مسؤولية الرجل أن يكون شريكا أيضا في هذه المسألة لكن المسؤولية الكبرى على المرأة في هذه المسألة ما عدى ذلك من الوظائف لا نستغني عن أن تكون للمرأة بعض الوظائف ليس هناك مجال محدد نستطيع أن نقول إن المرأة يجوز لها أن تشتغل فيه ولكن نقول هناك مجالات تمس الحاجة إليها مثل طب النساء مثلا الناس تتحرج من أن يذهبوا بنسائهم إلى طباء الرجال فمن حرم عمل المرأة ماذا يصنع بهذه المسألة وغيرها من الوظائف الكثيرة هناك وظائف كثيرة يمكن أن تقوم بها المرأة لكن كل ذلك ينبغي بقدر حاجة المجتمع هل على التوسع والترف أن بقدر حاجة المجتمع ما أقوله هو أن الشريعة لم تقل بحرمة العمل عموما أما الحاجة في هذه هذا تقدير يرجع إلى المجتمع ذاته نحن لماذا نحمل الشريعة اختيارة المناسب لواقع ما الشريعة أباحة نعم المجتمع الراشد العاقل هو الذي يقول القدر الذي نحتاجهم في هذا هو كذا وهو كذا وكذا نحن مثلا في زمان المؤثرات القادمة من خارج البيوت تصنع أقول الأولاد أنت قلت المجتمع الراشد العاقل دكتور لكن هل يجد الآن مجتمع راشد عاقل نحن ندكر القاعدة والأحوال نحن أقصد نحن نعالج وضع المرأة في ضوء الواقع الراهن الآن طيب تمام نقول كل أسرة هي يعني أمامها هذا الحال كل أسرة لا نقول المجتمع بشكل عام لأنه ليس المجتمع قيادة واحدة في أغلب دولنا ليس هناك قيادة اجتماعية لها اعتبار في هذا الزمان للأسف الشديد لكن عموما كل أسرة تدري حالها أو أضعها ولها أولوياتها التي تحاول أن تحققها طيب أنت تحدثت في المطلق دكتور نبيل لكن خروج المرأة من بيتي هذه العمل في منافذ الحياة ألا يستلزم ذلك هيمنة الشريعة يعني أن تكون الشريعة هي المرجع وهي الحاكمة في البلاد وبالتالي يكون هناك إمام ينظم الحياة ويقيم أمور المجتمع ألا يشترط هذا أم ليس بالضرورة لا يشترط لأن الشريعة كما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها يعني كما قال عليه الصلاة والسلام تحل عرى الإسلام هكذا عروة عروة فأولها الحكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا فقدت العروة العليا لا تفقد العروة السفلة لكن المحافظة على القدر البستطاع بل محاولة التمسك بعروة أخرى أعلى فإذا مثلا إذا كان الفساد قد تسرب إلى نظام الحكم مثلا فلا نقول المجتمع أعفيه بالعكس الذي أقام حضرة الإسلام هو تماسك المجتمع الأنظمة السياسية يعني بعد قليل من صدر الإسلام بدأت يعني تضعف ويدب فيها الوهن وأسباب الفساد ولكن لم يكن معنى هذا أن يسقط كل المجتمع بل قام على أكتاف الصالحين والعلماء والمفكرين وأصحاب الرؤى والآراء والعلماء المذاهب وكذا قام على أكتافهم هذا التاريخ الطويل الإسلامي لم يقم على أكتاف السياسيين وحدهم بل كان إذا سقط السياسيون يرب العلماء من يقوم بأمر السياسة يعني من الذي رب قادة السلاجق وقادة العثمانيين وكذا ربهم العلماء وبالتالي خرجوا من كتهتيب العلماء إلى سدة السياسة والحكم فهذا هو الذي يقال يعني في وضع المرأة لا يقال لن أعمل بهذه المسألة لأنه ليس هناك إمام يقوم بتنظيم الأمر ولكن على كل يعني من تخرج إلى عمل أقصد أن هيمنة الشريعة حماية للمرأة وحماية لعرضها وكرمتها وحيائها هذا الذي ربما يعني مقصود بالسؤال إذا ما كغابت الشريعة ربما غابت معها الأخلاق ولم يعد يؤمن على المرأة فهل يعني هنا خروج المرأة لا أتكلم عن حكم فقهي حلال أم حرام وإنما في سياق مصالح المجتمع هذا يصب في صالح المجتمع ويؤدي مقاصد الشريعة من خروج المرأة إلى العمل في ظل غياب الشريعة وحاكميتها على المجتمع ما هو يعني لو شيئا نتكلم عن مرأة معينة في عمل معين نقول فلانا هل تذب العمل فلاني يعني القيم على بيتها يرى إذا كان والدها أو زوجها أو كذا ينظر إن كان هذا حافظا لكرامتها وراعيا لأنوثتها وكذا فتذهب إن لم يكن فيعني الإنسان لا يبيع أبدا كرامته وعرضه أبدا كيف تقيم مواقع المرأة في المجتمعات المسلمة اليوم مواقع المرأة المسلمة وفي ضوء النصوص الشريعة وفي ضوء الموروث والعادات المكتسبة يعني هناك تطرفان ووسط في الحالة التي نشهدها الآن هناك تطرفان ووسط التطرف يعني وإن كان يعني ينحسل شيئا فشيئا هو إخضعها لعاداتنا التي تصدر إنسانيتها في بعض البيئات في بلادنا هناك من ينظر المرأة نظرة دونية وهناك من يعني يتشائم إذا رزقها بالبنت ما زالت فينا هذه الجاهلية هناك من يتشائم لولادة البنت وهناك من ينظر إليها على أنها أقل إنسانية من غيرها وكذا وهناك من يحرمها المراث وتعرفون يقولون يقول الأخ الكبير يعني ما لأبي لا يذهب إلى رجل غريب ويذهب إلى أختك يا أخي ما زالت هذه موجودة لكن المشكلة متصلة بأنها هي لا ذهب الأختي لأن زوجها يسيطر عليها ويأخذ مالها فالمشكلة يعني متصلة لا لكن هذا لا يمنعه هذا لا يمنعه يعني ليضعه في حسابها بأي طريقة صحيح أي طريقة الحالة الثانية وهي حالة الأسف مستشرية جدا هي حالة تقليد العادات الوافدة وهذا صار كالسرطان بين الناس يعني تقليد المرأة الغربية وكأننا لا نرى الوجه الأسود لحال المرأة الغربية المرأة الغربية مظلومة لأنها لا تساوي الرجل في قدرتها على بدل جهد اجتماعي واسع ومع ذلك حملوها هذه المسئولية في الغرب نوضل المرأة يعني المنادونة بتساوية المرأة للرجل هؤلاء يعني يجرمون في حقها ويعني يضعونها في موضع أصلاً لا تتحبله المهم أن هذه الصورة الوافدة تتحول فيها المرأة إلى رجل يمشي في الشارع ويشتغل ويجري ليدرك الحافلة ويعني يتعلق بالحافلة وكذا هذه مسألة فيها إهانة للمرأة الحقيقة ونحن نربع بالمرأة المسلمة أن تقلد هذه المرأة الغربية في أن تسترجل أو أن تتحول إلى رجل يجب أن تكون رجلاً في حفظها لكرامتها وفي حرصها على مصلحة أسرتها لا أن تكون رجلاً في أن تسابق الرجل في الشوارع والطرق والالتحاق بعملها وكذا إذن المشكلة تكمن في التصورات والأفكار التي تكتسبها من الخارج هو الأفكار الوافدة قوية جداً لأننا نراها في الدراما وفي السينما وفي المسرح وفي الصحف وفي الإعلام وفي كل شيء يعني لو نظرت مثلاً إلى حتى القنوات الإخبارية من الذي يقدم الأخبار لا أتكلم عنها فاني يجب أن تكون امرأة مع رجل يعني غالباً لا تكون حتى ساترة لجزء من شعريها حتى فأقصد أن هذا غزو هائل جداً ليس من السهر أن تخذ عليه المرأة أو أن تقاومه المرأة أريد أن نذهب معك إلى نقطة أخرى من فضلك دكتور لماذا قلت في ضوء نصوص الشريعة والعادات والمورثات المكتسبة وضوء الأفكار الوافدة المرأة نزلت إلى ساحة العمل وشغلت كل ميادين العمل يعني تكاد لا توجد وظيفة في الدنيا في العالم الإسلامي طبعاً إلا وتعمل بها المرأة حتى يعني دخلت التصورات التي ربما تكون فاسدة وأنت تقرر دكتور يعني حتى رجال الأعمال المسلمين عندما يريد أن يفتح مطعم ويفتح مقهة ويفتح شركة فمن الضروري أن تكون النادلة إمرأة أو فتاة حتى يأتي الزبائن أو من ضروري أن تكون يعني تتعامل مع الناس إمرأة ألا يعتبر هذا فساداً في التصور وإخلالاً بدور المرأة والوظيفة التي جاءت الشريعة لتحقق قيمتها ومقاصدها من وراء المرأة لا شك أنه فساد لكن أنت نحن في هذا السياق لن نتكلم عن ناس كوينوا فكرياً تكويناً صحيحاً لكن ناس أغلب الجماهير المسلمة خاوية للأسف يعني خالية من التأسيس وبالتالي من السهل أن تغزوها الأفلام والمسلسلات وهذه الأشياء يعني ما تتكلمون عنه من فساد التصور مرجعوا إلى هذا ليس مرجعوا إلى أنه عرضت عليه منظومة فرفض المنظومة الإسلامية لأجلها ليس هكذا وإنما ناس يعني برمج التعليم والإعلام في بلادها جعلتها خاوية خاوية خالية فبالتالي تأتي كما ذكرت تأتي هذه الوسائل الإعلامية الكاسحة القوية جداً فتسكن في رؤوس الناس وتتغير قناعاتهم بهذه الطريقة فيؤسسون على هذه الأمور ما أريد أشير إليه هو أن يعني ذكرت أن هناك تطرفين ووسطاً الوسط وهناك فعلاً من يتمسكوا بذين الله عز وجل وهناك جمهرة كبيرة من نساء المسلمات يتمسكنا بالصورة الإسلامية وبالأداء الإسلامي في حياتهن ما هي هنا الصورة الإسلامية في ضوء هذا يعني اهتماء يعني أن أخاضع لأداء الإسلام في لباسها وزيها وإن الطرط إلى العمل عملت وفقاً لضوابط لا نقول أنها سحخلت من هؤلاء النس والصالحات في بيوت كثيرات ونحن نشهد في المحن وفي الساعة وفي الضيق نشهد نساء من هذا النوع يصبرنا ويصابرنا لكن يعني الجو العام هناك انكسار عام فهذا النموذج يصابر مع من يصابر من الرجال نحن نرى أن النموذج الذي يمثل هوية الإسلامية قد انكسر خاصة مع ما يسمى بربع العربي انكسر هذا النموذج جماهيرياً وشعبياً كسر عند الرجال وعند النساء لم يعد قائماً بقوة في داخل المجتمعات العربية والإسلامية بل توارى أو حجب أو اضطهض أو كذا ولكن ما زال يصابر وهو ثابت على مبدأه ولكن يحتاج إلى مزيد من التقوية التقوية العلمية والفكرية التقوية العبادية التقوية الاجتماعية حتى في صورة أعمال اجتماعية وجمعيات وهذه الأشياء يحتاج الناس إلى مزيد من الجهد للقيام بواجب أفضل وأكبر تأثيراً طب المرأة الآن تفضلت عن انحراف أو تشوه في تصورات المرأة وفي عاداتها اكتسبت من الغرب واكتسبت من العادات الموروثة وإلى آخره ونزلت إلى ساحة العمل هل ما زال من الضروري الحديث عن مثلاً كما يحصل الآن في العالم الإسلامي حقوق المرأة وتحرير المرأة يعني الآن بما تفسر ظاهرة كثرة الحديث عن حقوق المرأة حتى الآن في داخل العالم العربي والإسلامي يعني عندما يثار الحديث عن هذا الموضوع فعن أي حق المقصود به وما دلالت هذا الحديث في زمننا هذا نعم نحن كنا في يعني قبل 150 سنة مثلاً كنا نشكو من أن المرأة مظلومة مصادرة ولكن لم يسرع لإنقاذها إخوتها وأهلها وإنما صرع إلى إنقاذها النموذج الغربي هو الذي دعي لتحرير المرأة للأسف فخرج النموذج المضاط بمعنى أن أننا أخضعنا المرأة لموروثات ظالمة فجاء الحل الغرب يقول أننا سأحرر المرأة حررها تماماً حتى من الشريعة نفسها تطرف مقابل تطرف نعم صرت المسألة صعبة أنك الآن يأتي من ينقذ المرأة الآن سينقذها من السجن نحن سجنناها لا أقصد سجنناها أننا أبقينها في البيت ولكن سجنناها لأننا منعناها حقوقها في التعليم حقوقها في أن تارث حقوقها في أن تكون إنسانة محترمة مثلما يحترم أخوها وكما يحترم زوجها هذا كله صادرناه فلما سمعت المرأة بمن يريد أن ينقذها وإن كان يعني ذئباً شرساً لكن يعطيها الحبل الذي سينجيها من هذا الغرق ومن هذا السجن فأسرعت المرأة إلى هذه المسألة صار الآن أمامنا أمر أننا نريد أن نقاوم الجاهلية الوافدة والجاهلية القابعة في الموروثات وصار الأمر صعباً بهذه الطريقة فالمنادى بحقوق المرأة نحن ينبغي أن ننادي بتحرير المرأة وبحقوقها ولكن وفقاً لنظرتنا دعنا من المصطلحات لكن الآن ننادي بحقوق المرأة وتحريرها تحريرها من ماذا؟ ما هي المرأة الآن تعمل أكثر من الرجال في صحة العمل وتسيطر على كثير من فرص العمل فأنا أقصد ما دلالت هذا؟ لكن نريد أن نرد المرأة إلى الأصل الذي كانت عليه أمهات المؤمن والصالحات في كل زمان بمعنى أن المرأة الخاضعة للجاهلية القادمة من الخارج هذه مرأة مظلومة ومغزوة من داخلها فنريد نحريرها من هذه الجاهلية وربما تجنب هذا المصطلح لأنه مشبوه صلح التحرير صار مرتوطاً بإخضاعها للنموذج الغربي نريد نستخدم مصطلحاً آخر نرد المرأة إلى الأصل ونحترم المرأة ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالبنات أكثر من البني ويعني كل أبنائه الذكر ماتوا وهم صغار إبراهيم والقاسم وكذا لكن الذين عاشوا هم البنات سيدة زينب وسيدة أمم كنثوم وسيدة الرقاء وسيدة زينب وسيدة فاطمة التي حفظ الله نسل رسولنا صلى الله عليه وسلم بطريقها إلى الآن وإلى يوم القيامة طبعاً فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فاطمة هي بضعة مني بضعة مني صلى الله عليه وسلم قطعة مني فكان يفرح بالبنت وكان يقف يقبلها في جبهتها ويقول ريحانة أشمها فكانه يفتخر بالبنت قدم نموذجاً لهذه المسألة فإذا قدر وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلي من هذه البنات بابنتين فأحسن إليهما كن له سطر من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني بمعنى أن طبعاً قد يقول لماذا قال ابتلي في حق البنات كل ما يحدث لنا ابتلا من رزق أو من مال من إعطاء من حرمان كله ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فالتعبير هنا ليس المقصود بي أنه أصيب بمصيبة حينما رزق بالبنات وإنما الإشارة إلى أن تربيات البنات أصعب لأنك تريد أن تربي من يربي لأنك تريد أن تنشئ من يحتوي البيت في قلبه وصدره الله عز وجل ما تكلم عن علاقة الرجل بزوجته قال ومن آياته يعني معلامات قدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن لم تكن المرأة يعني سكناً هي نفسها سكناً كما أن البيت سكن لا تستقر الأسرة فحينما تربى هذه البنات على تربية من هذا النوع فإنها تضمن النجاح ونحن نرى أن بعض النساء كنا صانعات رجال لا أقول صانعات للأبناء ولكن حتى للأزواج أبو طلحة لما أراد أن يتزوج من أم سلين قالت له يا أبو طلحة أنت رجل كافر وكان بطلاً من أبطال الجاهلية ولا يحق لك الزواج مني يعني وإن أسلمت فهذا مهري استصلاح استصلاحت هذا الرجل فالمرأة تصنع حتى زوجها ونحن نقول إذا تزوجت المرأة وجدت في زوجها عيباً وكذلك الرجل إذا وجد في زوجتها عيباً فليصلح والتصلح لأن هذا هو طريعة الحياة أن نحن نتقابل ونختلف في أشياء فالوصول إلى حل وسط والذي يضمن استمرار الحياة أما أن نكسر الأمر ونلغي الأسرة بشريتها هذا ليس حلاً مناسباً على الإطلاق طيب قبل أن نذهب إلى الفصل دكتور نبيل في الميزانين الحقوق والحماية الإسلام يريد للمرأة أن تحصل على حقوقها أولاً وأصلاً أم يريد حمايتها أولاً وأصلاً هو حمايتها حق من حقوقها كيف؟ ما معنى القوامة؟ هذه القوامة هي أن يجلس الرجل على كرسي ويقول أنا رئيس البيت لا وإنما أول أركان الحماية هو أن يحمي هذه الأسرة وأن يحافظ عليها حق من حقوقها أن يحافظ عليها وأن يصونها ولا ينبغي أن يخرجها إلى العمل وهو غير محتاج ولا ينبغي أن يخرجها إلى العمل وهي لا تريد ولا ينبغي أن يخرج إلى العمل والعمل فيه ضرراً أو خطراً عليها من أي ناحية ومن أي زاوية تأتي بعد ذلك بقية الحقوق لأنه إذا لم تحقق الأمن لإنسان كيف تضمن له حفظ ماله؟ كيف تضمن له حفظ ميراثه؟ لن تضمن له حفظ هذه الحقوق إلا إذا حميته لذلك يقولون إذا ذهبت إلى مجتمع خائف كيف تدعوه إلى الله؟ أمنه أولاً إذا ذهبت إلى مجتمع جائع أو خائف أطعمه أولاً وأمنه ثانياً ثم أدعوه لكن أن تدعوها أولاً هذا لا يصلح عندما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء يقول استوصوا بالنساء خيراً وفي حديث آخر يقول رفقاً بالقوارير في السياق الحضاري الإسلامي في سياق المجتمعات الإسلامية السيرورة الإسلامية يعني كيف يمكن فهم هذا الحديث؟ استوصوا بالنساء خيراً هذا يعني يشير إلى مسألة أن الرجل قيم وأنه مشرف على أمور النساء فيعني لا ينبغي للرجل أن يتجبر تحت ظلال سلطته أن تقيم ويتك فلا ينبغي أن تستغل هذه في أن يعني ترصخها لتسيير الأمر كما تشاء أو كما تريد أو باتهاض المرأة دائماً المتسلط على شيء بيده القدر على أن ينزع جزء من حقه الآخر فلا ينبغي للرجل أن يكون هذا استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات وإذا كانت المرأة أسيرة عند الرجل فإستطيع أن ينتقس من حقها من الرقيب عليه؟ الرقيب والله عز وجل وللاحظ أن هذا كان من أواخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى كونها وصية أخيرة أي أنه تركنا ويقول احذروا أن تخالفنا في حجة الوداع أظنه ذكر في حجة الوداع معا نعم صلى الله عليه وسلم نذهب إلى فاصل ثم نكمل حديثنا فاصل أخير ومن ثم نستكمل سوياً لما تبقى من حلقة اليوم أهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور نبيل الآن واقع المرأة ومشكلة الأفكار التي تتعامل بشأن المرأة في الساحة الإسلامية كثير من هذه الأفكار متولدة في رحم الحضارة الغربية يعني متأثرة مبنى ومعنى بالعولمة الأفكار الوافدة من الغرب والعولمة عندما نقول عولمة نقول نعني بذلك أمرك يعني حقيقة طيب إلى أي مدى هذه الأفكار لو حللناها وشرحناها تتصادم حقائق الإسلام فيما يتعلق بالمرأة بشأن المرأة يعني الغرب حينما يتكلم عن المسواه يتكلم عنها من منظوره هو يعني لماذا؟ لأنه يريد أن يسوي بين الوظيفتين ليس هذا غير منطقي أصلا يريد أن يسوي بين الوظيفتين معنى أن المرأة في الشارع كالرجل في الشارع وأيضا المرأة في البيت كالرجل في البيت هذا مخالف للفطرة وللطبيعة على الإطلاق هذه مصادمة يعني لا أقول فقط لرصوص الشريعة الصريحة بل للأمور الفطرية الأولية التي يمكن أن ينظر الإنسان في تاريخه لو نظرنا في تاريخنا وقرأناه سنجد أن الوظائف متكاملة ومتنوعة وبالتالي إذا سويت بين المرأة والرجل خارج البيت وداخل البيت وفي المؤسسات وفي كل شيء هذا من شأنه أن يضر بمصاري المجتمع وحركته ونحن نلاحظ هذا يعني شاهده الفطر واضح جدا في الحياة الغربية هم سووا تماما بين الرجل والمرأة كل المناصب والأماكن متحة أمام المرأة كل الوظائف والمهمات متحة أمام المرأة لكن النظر في المؤسسات الأمريكية مثلا ما نسبة الرجل للمرأة في شغل الوظائف والقيام بالمهمات ما نسبة المكتشفين والعلماء وأساتذة الجامعة والمهندسين والأطباء نجد أن الرجال هم الذين يشغلون أغلب هذه مع أنه لا شيء يحول دون المرأة ودون القيام بهذا الواجب يعني لا شيء قانوني لا شيء قانوني عنده يحول دون أن تكون المرأة في أي منصف حتى رئيسة الدولة لكن نلاحظ أن الفطرة هي التي جعلت يعني نصيب المرأة يعني يناسب طبيعتها ونصيب الرجل يناسب طبيعته لأن مجال الحركة للرجل الأساسي مجال هو خارج البيت ومجال المرأة داخل البيت فإذا جرنا على المرأة أو إذا يعني أردنا أن نسوي المرأة بالرجل في خارج البيت فسيضيع دورها ووظيفتها في داخل البيت وهنا تخرج مجتمعات مفسخة مجتمعات مرشحة للهلاك للأسف الشديد يعني فلا شك أن ما تقذف به هذه العولمة هو يعني شيء الشذوذ في الرأي والفكر بل شذوذ في الفعل والتصرف كما هو شأن من يزوجون المرأة بالمرأة والرجل بالرجل يعني شذوذ لا يناسب طبيعة المرأة والإسلام لم يرى هذا تخبطا من الناس في اجتهادتهم ورائهم يعني المرأة هي جبهة في مسال إذا ما استندنا إلى ما يقول هنتينغتون الأمريكي عن صراع الحضارات أن المرأة هي جبهة بين الإسلام وبين العولمة حتى الآن ويبدو أن العولمة حتى الآن تحرز تقدما في هذا المجال باعتبار أن هذه الأفكار تلقى رواجا في العالم لا شك أن نحن لا ينبغي أن نظن فقط هم قد يريدون أن يقدموا نموذجهم لنا حتى نسيره طبعا هذا فيه فساد هائل للمجتمع عندنا هم يعني يرغبون في هذا كل من أراد أن يفسد مجتمعا ركز على المرأة في هذا المجتمع الله عز وجل جعل يعني هذه طبيعة خلقنا الله عز وجل عليها جعل الرجل أنجذب إلى المرأة وبرأة أنجذب إلى الرجل هذه طبيعة أراد الله أن تكون ولكن أراد أن تمشي في مسار نظيف هؤلاء يريدونها أن تمشي في مسار غير نظيف فالصورة التي عندهم يريدون نقلها إلينا حتى تتفسخ هذه المجتمعات من الأشياء التي تحافظ على ارتباطنا بشريعتنا أن تبقى وظيفة المرأة منضبطة أو أن تبقى المرأة نفسها منضبطة بالشريعة يعني انضباط المرأة بالشريعة طبعا ليس الرجل أقل مطالبة بأن ينضبط بالشريعة ولكن أقصد أن الفساد الذي ينتج عن فساد المرأة أكبر مما ينتج عن فساد الرجل وهذا يدل على عظمة المرأة وأنها كائن عظيم هي أمي وأختي وابنتي وذوجتي هذه المرأة العظيمة التي تقوم بوظيفة كبيرة ليس هذا إهانة لها والله وإنما هو إجلال ورفع لقدرها يكفي أن زوجها ينبغي أن يكون مشغولا ليل نهار بأمنهم وراحتهم ورزقهم يعني هو ليس مسؤولا عن نفسه فقط هو مسؤولا عن كل أعضاء بيته ويكفي أن نشير إلى هذه المسألة المهمة في المراث أن الرجل يأخذ مراثه لينفقه على عائلته والمرأة تأخذه إن شاءت عن تكنيزه وكنزته وهي حرة فيه هذا تعظيم للمرأة وتفضيل لها وأن يكافح الرجل لكي يطعمها ولكي يسقيها وليس متفضلا عليها ثمت بعد عميق حقيقة في قضية الصراع بين الإسلام والعلمة أو الحضارة الغربية فيما تعلق بشأن المرأة يعني الأصل في الحضارة الإسلامية هو أصل أخلاقي يعني الأخلاق لها اعتبار كبير وهي قاعدة أسية يعني بنية تحتية لأي حضارة فوقية في الإسلام بخلاف الغرب لأن منظومة الأفكار متغيرة ومتقلبة في الغرب والمرأة تلعب دورا يبدو كما لو أنه يعني جنابك توضح لنا دكتور كما لو أن المرأة هي أس الأخلاق في المجتمع الإسلامي لأن عليها تبنى الأخلاق وعليها تبنى تربية فإلى أي مدى هذا هنا موضوع الأخلاق أو المرأة من البعد الأخلاقي تحظى بصراع عليها بين العولمة والإسلام يعني الأخلاق متلبسة بكل شيء يعني متلبسة بالعادات مثلا والتقاليد إذا ألبست مجتمعا نظاما من العادات مثلا الجاهلية القديمة سيبقى أخلاقه على هذه العادات من الجاهلية الجديدة سيبقى أخلاقه على هذه إذا ألبسته لباس الإسلام سيبقى بلبس الأخلاق الإسلامية فهي متلبسة بكل شيء وبالتالي إذا استتبعت المرأة للغرب فأنت ستلبسها أخلاق الغرب بالتأكيد فليس مجرد أن تلبس المرأة الملابس القصيرة وكذا ليس هذه مجرد صورة فقط بل سيتبعها تغير آخر في الأفكار والقناعات وفي الرؤى والتوجهات هناك قصة مشورة لنجيب محفوظ كتباسنة 36 عروانها بيت سيء السمعة هي مجموعة قصص قصيرة لكن هذه القصة الرئيسة فيها يحكي عن حارة من حواري مصر شارع صغير فيه أسرة يعني بنات الأسرة يقلدنا الغربيات في الملابس وكذا كل الحارة يلبسون الملابس المحتشمة فكان كل الحارة يتكلمون عن هذا البيت خرجت فلانا ودخلت فلانا المهم يستمر سياق القصة إلى أن يقول في النهاية اليوم لا أحد يتكلم عن هذا البيت لماذا؟ لأن الشارع كله صورة مثل هذا البيت هذا هو الغزو الذي يفسد الناس بالتدريج واحد يكسر القاعدة وإذا كسر القاعدة لم يكسر في الملابس فقط ولكن في الأخلاق الملحقة بهذه الملابس في الأخلاق المتعلقة بهذه المنظومة الفكرية القادمة إلينا هذه هي مشكلة كبيرة لكن أنا أقول لا ينبغي أن يقدم الإسلام أو أخلاق الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة لا ينبغي أن تقدم بشكل جاف بشكل يعني يشعر الناس بأن الإسلام قاس لا الإسلام رحيم الإسلام يحاوظ على المرأة أما هؤلاء فيريدون أن تصبح المرأة شيئا مباحا لكل من ينظر لكل من يشتري طيب دكتور بقي عندي دقيقتين أو أقل بدقيقة ونصف ماذا يمكن أن تقول في موضوع المرأة في الإسلام مما لم يرد ذكره في هذه الحلقة أو مما لم أسألك عنه بدقيقة ونصف والله أنا أرجو أن تنظر كل امرأة مسلمة إلى كتاب الله عز وجل وتبحث عن نفسها في هذا الكتاب ستجد أن الله سمى سورة كاملة بسورة النساء وسورة كاملة باسم مريم عليه السلام وسور كثيرة في القرآن فيها أحكام خاصة بالمرأة أو أشياء خاصة بمرأة التحريم سورة التحريم وسيدنا عمر كان يقول عن سورة النور علموا نساءكم سورة النور فهذه نور هذا على المرأة أن تبحث عن نفسها في هذا الكتاب لتجد نفسها في كتاب الله عز وجل مكرمة معززة هي يعني تفوق الرجل إن كانت أكثر تقوى منه وهذا هو الذي نبحث عنه مجال التفوق والسيادة وهذا هذا المجال الذي ينبغي أن نتسابق فيه رجالا ونساء إلى الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تسأل الله تعالى أن يكون يعني بجتمعنا نظيفا طاهرا نساءه ورجاله على السواء إن شاء الله تعالى أشكرك شكرا جزيلا دكتور بهذا نصل المشاهدين الكرام إلى ختم حلقة اليوم في نهايتها أشكو الضيفية الكريم الدكتور نبيل فولي أستاذ العقيدة والفلسفة شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتنفيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر